بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم برعاية الأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية تقيم الهيئة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المشتبى عليه السلام وجمعية العميد العلمية والفكرية وجامعة الكفيل وجامعة العميد وجامعة بابل كلية الآداب المؤتمر العلمي السنوي العاشر لفكر الإمام الحسن المشتبى عليه السلام وتحت عنوان الإمام الحسن عليه السلام وريث البيت النبوي السادة والسيدات المشاركون والمتابعون نظرا لكثرة القامات الإدارية والعلمية والدينية والأكاديمية المشاركة في هذا المؤتمر المبارك نعتذر عن ذكر الأسماء المعتبرة والشخصيات المرموقة ونرحب بجميع السادة والسيدات كل بحسب مقامه وفضله ومكانته ونقول لجميع الأعزاء الحاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في أروقة كلية الآداب جامعة بابل ولكم منا أرق السلام وأطيبه وأجمل الكلام وأصدقه السادة الحضور والسيدات لكل مؤتمر مفتتح وخير ما نفتتح به مؤتمرنا تلاوة معطرة من آي من الذكر الحكيم نستمع إليها بصوت قارئ العتبة العباسية المقدسة السيد المرتضى علي وتوت فليتفضل مشكوراً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غزق الليلة إلى غزق الليلة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسائي يبعثك ربك عسائي يبعثك ربك مقاماً محموداً وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ورجع لي من الذنك سلطان النصيراً وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقاً وننزل من القرآن ماه وشفاؤه ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطَمَئِنَّ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطَمَئِنَّ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ طيبوا أنفاسكم وأسمعكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد السلام على الحسن المشتبى وهو يحتضن محبيه في هذه القاعة المباركة فيكون اسمه عنواناً جامعاً لأفئدة العارفين بحقه والسائرين على نهجه ذلك هو الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أولُّ سبطٍ لرسول الله صلى الله عليه وآله والذي قهَّرَهُ الله تطهيراً بنص كتابه وأذهب عنه الرجسة وباهَلَ به أهلَ نَجْرانَ وَأَوْجَبَ طَاعَةَ وَرِيثُ الْإِمَامَةِ وَحَامِلُ لِوَاءَ الرِّسَالَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله يَحْمِلُهُ عَلَى كَتِفِهِ أَمَامَ النَّاسِ وَيُكْثِرُ مِنْ عِنَاقِهِ وَتَقْبِيلِهِ وَالْإِهْتِمَامِ بِهِ وَمُحَاورَتِهِ بِأَلْطَفُ الْكَلِمَاتِ وَأَرَقُّ الْعِبَارَاتِ مُظْهِرًا ذَلِكَ أَمَامَ الْقَوْمِ لِيُدِرِكُوا مَكَانَتَهُ وَمَنْزِلَتَهُ وَعَظَمَتَهُ وَقَدْ أَعْلَذَهَا صَرَاحَةً صلى الله عليه وآله أنا سِلْمٌ لِمَن سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَقَدْ وَصَفَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بِأَنَّهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهُمَا إِمَامَانِ قَامَا أو قَعَدَا ومع ذلك كلِّه ذكرَ المُحَقِّقُونَ أن علماء الجمهور لم يرهُوا عن الإمام الحسن المُشتبى سوى ثلاثة عشر حديثًا فقط وقد ذكرَ المُحَقِّقُونَ أن علماء الجمهور لم يرهُوا عن الإمام الحسن المُشتبى سوى ثلاثة عشر حديثًا فقط وقد روَوا عن أبي هُرَيرَة خمسة آلافٍ وثلاثمائةٍ وأربعةً وسبعين حديثًا أليس ذلك غريبًا؟ والأغرب منه أن علماء الجمهور لم يرهُوا عن فاطمة الزهراء عليها السلام سوى حديثَين فقط وهي ابنةُ رسول الله صلى الله عليه وآله وحبيبته وبضعتُه ونترك هذا الموضوع للباحثين كلمةُ العتبتين المُقدَّستين الحُسينية والعباسية يتفضَّلُ بإلقائها سماحةُ الشيخ حارث الداحي فليتفضَّل مشكورًا قد أوضع الله في الإنسان فطرة النزوع إلى الكمال ثم منَّ عليه بأن أرشده إلى سبيله كما يليق به فقال عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَلَا تَتَحَقَّقَ الْعِبَادَةِ وَلَا يُعْرَفْ لَهَا حَقِيقَةِ إِلَّا بِالْمَعْرِفَةِ فَاقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ عز وجل فسُنَّة الهِدَاية مسنودةً بالوحي عن طريق الهدات المهديين الذين اختارهم الله تعالى من دائرة استفاءة وحمَّلهم مسؤولية البيان من التنزيل إلى التأويل وكان ذلك منذ أن شاء الله وإلى ما شاء الله من العصور والدهور والأيام ولم يترك العباد دون الحجة البالغة والنور المضيّة والعلم المرشد لأن لا يكون للعباد حجة فالحجة قبلهم ومعهم وبعدهم ما شاء الله ثم توَّج عالم التكليف برسالته الخالدة رسالة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله فبعثه للناس كافة فسهَّل لهم وعرة الطريق وأنار حالك الظلمة فقدَّم صلى الله عليه وآله الرسالة كاملة وأتم الله على يده النعمة ثم أتبعه بتركته طاهرةً مطهرة فقال إني تارِكٌ فيكم الثقلين ما إن تمسَّكتم بهما لن تضلُّوا بعدي أبداً حبل الله المتين حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض وإنهما لن يفترِقَ حتى يرِدَ عليَّ الحوض وألفاظُ المتواترِ كثيرة واليوم أيها الأخوة المؤمنون نجتمع في هذا المؤتمر العلمي بنسخته العاشرة بعنوانه الكريم الإمام الحسن عليه السلام وريثُ البيت النبوي حيث التراث العظيم والفكر القويب في سيرة السبط الكريم سيد شباب أهل الجنة أول السبطين ورابع أهل الكسى من أهل بيتٍ أذهب الله عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا قال تعالى وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا فدابت العتبتين المقدستين العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المقدسة على أن لا تفوت فرصة لإحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه لا سيَّمَا لا سيَّمَا الصِّبط المُجْتَبَى عليه السلام فجزى الله القائمين على هذا العمل المُبارك خير الجزاء وهدانا وإياهم لمزيدٍ من العطاء خدمةً لآل الله صلوات الله وسلامه عليه وخدمةً للدين ولصاحب الذكرى مولانا الحسن علي المُشتبى صلوات الله وسلامه عليه وهو القائل أوصيكم بتقوى الله وإدامة التفكر أوصيكم بتقوى الله وإدامة التفكر فإن التفكر أبٌ لكل خير فالسلام عليك أيها الحق الحقيق السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين يُعدُّ المؤتمر السنوي للإمام الحسن المُشتبى عليه السلام ساحةً فكريةً لإظهار علوم أهل البيت عليه السلام فهو يُقدِّم الأبحاث الأصيلة والدراسات الفكرية الصافية المُستمدَّة من ينابيع فكر أهل البيت عليه السلام ويسعى جاهداً لبناء القدرة الإبداعية والابتكارية للطلبة والباحثين والتدريسيين وكذلك يُعدُّ مركزًا لإنتاج الفكر الأصيل ومُحفِّزًا للقدرات الناظِجة في حقول المعرفة المُتنوِّعة فالمُؤتمرُ يُعزِّز ثقافة الانتماء للإسلام وبناء جيلٍ عقائديٍ قادرٍ على العمل الصادق هدفُه التقربُ إلى الله والنُّهوضُ في مسيرة الإيمان المُحمَّدي لا سيما وأن هذا المُؤتمرَ ينعقدُ في زمنٍ استثنائيٍ عالميٍ وظُروفٍ استثنائيةٍ تُهدِّدُ الفِطرة والكيان الأسرية والعلائق الصالحة بين أبناء المُجتمع البشري فإقامةُ المُؤتمرِ على أرض مدينةِ الحِلَّةِ مدينةِ الإمام الحسنِ المُشتبَى بمثابةِ التواصِل الحيِّ بين تُراثِ المُحصُوم وبين هذه المدينةِ التي أنجبَت العُلماء وجادَت على الإنسانية بأرقَى المعارِف والعلوم وشرَّعتِ القوانين والفنون والإبداعات حتى أطبقت شهرتُها الآفاقة وفاحَ شذاها ليُعطِّر كلَّ زوايا التأريخ كلمةُ جامعةِ بابل يتفضَّل بإلقائها فضيلةُ الأستاذ الدكتور عميدُ كلِّةِ الآداب الدكتور صالح الجُبوري فليتفضَّل بشكورة فضيلة الشيخ صلاح الكربلائي ممثل متولِّ شرعي للعتبة العباسية المقدسة المحترم فضيلة السيد عقيل الياسري مدير مركز الشغل الفكرية في العتبة العباسية المحترم وفد العتبة الحسينية المضاركة المحترم وفد العتبة العلوية المحترم ووفد العتبة الكاظمية المحترم الباحثون من خارج العراق المحترمون الباحثون من الجامعات العراقية والمراكز البحثية المحترمون السادة عمداء كليات جامعة بابل المحترمون زملاء الأفاضل الحاضرون جميعاً مع حفظ الألقاب العلمية والمكانات الاجتماعية والمناصب الإدارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيل للإمام الحسن عليه السلام أفيك عظمة قال لا بل في عزة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لله العزة ولرسوله والمؤمنين صدق الله العلي العظيم نرحب بالمؤتمرين الأكارم أفضل ترحيب وأسمى ترحيب ونحن نلتقي في مدرسة الكرامة والسخاء الإمام الحسن عليه السلام نرحب بجنابكم الكريم ونحن نلتقيكم في رحاب الشهادة والإبار الإمام الحسين عليه السلام دأبت اللجنة والعليا لمشروع الحل مدينة الإمام الحسن المشتبى عليه السلام منذ سنوات طويلة على إقامة الأنشطة العلمية والفعاليات الثقافية المتنوعة وأهم هذه الأنشطة العلمية المتميزة هو مؤتمر الإمام الحسن المشتبى عليه السلام الذي وصل إلى نسخته العاشرة برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية بالتعاون مع جامعة بابل بكلياتها الإنسانية المتنوعة وكذلك مركز العميد الموقر وجمعية العميد وكذلك دارة الشؤون الفكرية في العتبة المقدسة حقيقة إلى أن اليوم وصلنا هذا المؤتمر بنسخته العاشرة بهذا الجمع الطيب من العلماء والباحثين فأهلاً وسهلاً بكم في جامعة بابل جامعتكم الثانية جامعة الغراء فمرحباً بجميع الحضور الكريم مؤتمركم العلمي هذا هو مؤتمر علمي ودولي بامتياز لدينا مشاركون من خارج العراق تسلمت اللجنة العلمية ما يقارب 43 بحث علمياً لرصانة اللجنة العلمية ولجنة الشؤون الفكرية رد ما يقارب أكثر من 19 بحث علمياً لم تتوافق هذه البحوث مع محاور المؤتمر وقبل منها 24 بحث علمياً وزعت على المحاور المحور الأدبي واللغوي والمحور الاجتماعي والمحور الديني والعقائدي والفكري والأخلاقي أود أن أذكر شيئاً للحاضرين الكرام حول مؤتمر الإمام الحسن عليه السلام هذا المؤتمر هو مشروع علمي ومعرفي بامتياز يختلف عن باقي المؤتمرات والندوات العلمية التي تقام في أيامنا هذه تلك المؤتمرات التي تعنى بالجانب الإعلامي واللقطة الفوتوغرافية أنصح التعبير حقيقة لا أقول هذا الكلام ولا أمتدح مجاناً على الأطلاق ولكن هناك مسوّغات وأسباب حقيقية دفعتني إلى أن أنطق هذا الكلام من هذا لعل أهم هذه الأسباب أولاً أن هذا المؤتمر متواصل ومستمر سنوياً بموعده المحدد دون تلكع على مدى عشر سنوات إلى أن وصلت هذا المؤتمر إلى النسخة العاشرة وأتذكر أن العام الماضي كان هذا المؤتمر بالاشتراك مع كلية الآداب أيضاً وقد حدث لدينا طارق في مدينة الحلة سبب أمني تم اتخاذ القرار بلحظتها إلى نقل المؤتمر إلى العتبة العباسية المقدسة وقد نجح نجاحاً كبيراً الحمد لله ثانياً أن هذا المؤتمر متنوع بأنشطته على هامشه متنوع بأنشطته العلمية والثقافية كالمسابقات والندوات وكذلك الجوائز التكريمية ولعل أهم ما يمكن أن يذكر لهذا المؤتمر المتميز حقيقة أنه أنتج لنا انصح التعبير رفاً علمياً تخصصياً في المكتبة الإنسانية تتخصص بفكرة الإمام الحسن ولا أبالغ أن قلت أن هذا المؤتمر العلمي أنتج لنا مكتبة تخصصية بفكرة الإمام الحسن وأنتم اليوم أن الأخوة الأفاضل ربما أقرب دليل على صحة كلامي أن الأخوة الأفاضل في العتبة العباسية والحسين المقدسة قد جهزوا هدية للباحثين الأكارم أهم موجود في هذه الهدية هي مجلد للدوار بحوث المؤتمر بنسخته التاسعة يعني أن هذا المؤتمر إلى هذه اللحظة أنتج لنا تسع مجلدات علمية تتعلق ببحوث المؤتمر منذ تأسيسه إلى هذه اللحظة فضلاً عن المؤلفات والبحوث التي كتبت في الإمام الحسن عليه السلام فيما يتعلق بمسابقة الإمام الحسن حقيقةً هذا الكلام كله يدعوني إلى أن أفخر أولاً أنني أكون من المشاركين بهذا المؤتمر ونفخر جميعاً بإقامة هذا المؤتمر العلم الحقيقي الذي نفتخره ونتشرف جميعاً أننا قد قمنا على إنشائه ونسأل الخالق عز وجل تواب هذا العمل إن شاء الله ورحموا بالضيوف الأكارم مرة أخرى كل الترحيب وأنا متأكد أنكم ستغنون هذا المؤتمر بحثاً ومناقشةً وطروحات ورؤى أشكر العتبة العباسية المقدسة وكل خدمة الإمام العباس أشكر خدمة الإمام الحسين عليه السلام والعتبة الحسينية المقدسة وأشكر مركز العميد ومتمثلة بأخي العزيز الدكتور طارق العميد وأشكر كذلك الأستاذ حسن الحلي المسؤول عن مدينة الإمام الحسن وكل القائمين على هذا المشعور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للإمام أبي محمد الحسن عليه السلام تأريخ مشرق حافل بأروع صفحات البطولة والصبر والجهاد وسيرته نديةٌ عطرة تنبُض بالعدل والتقوى وتنبع من رجاحة خلقه وأصالة رأيه وعمق حكمته وقد أجمع المؤرخون على أنه من أحلم الناس وأقدرهم على كظم الغيظ والصبر على الأذى وما عُرِث من سيرته أنه قابلَ مُسيئًا بإساءته ولا جازَ مُذنِبًا بذنبِه وإنما كان يغدُق عليهم بالإحسان ويُقابلُهم بالمعروف شأنُه شأنُ جدِّه المُصطفى صلى الله عليه وآله الذي وَسِعَ الناس بحُلمِه وخُلُقِه وأجمع الرواة على أن الإمام الحسن المُشتبى عليه السلام كان أندَ الناس كفَّى وأوصلَهم لعباد الله وأعطفَهم على الفُقراء والمحرومين حتى لُقِّب بكريم أهل البيت مع أنهم أصولُ الكرم ومعدن السخاء واتفَقت كلمةُ المُؤرِّخين أنه كان أعبدَ أهل زمانه وأكثرهم عبادةً وخوفًا من الله كلمةُ اللجنة التحضيرية يتفضلُ بإلقائها فضيلة الأستاذ الدكتور رياض العميدي فليتفضل مشكورًا فالساد الحضور جميعًا مع حفظ الألقاب والمقامات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فما زال المعين ثرًّا معطاءً للإنسانية جمعًا وما زال البحر زاخرةً أمواجه بكل نافعٍ وخير للعقول التي تبحث عن الحقيقة ذاك هو معين الإمام الحسن المُجتبى عليه السلام وتلك هي تفاصيل سيرته العطرة جاءت هذه المرة تحت عنوان الإمام الحسن عليه السلام وريث البيت النبوي بالتعاون مع كلِّة الآداب جامعة بابل مشكورةً لتبحث هذه المرة السيرة العطرة في محاورٍ خمسة توزعت عليها أبحاث المؤتمر المحور الأول اللغة والأدب الثاني الدراسات الاجتماعية والتربوية والنفسية المحور الثالث التفسير والفقه والعقيدة المحور الرابع التاريخ والاستشراق ثم محور اللغة الإنجليزية وقد جاءت بتحقيق أهدافٍ كثيرة منها تنزيه سيرة الإمام الحسن المُجتبى عليه السلام من كل ما لحقها من تضليلٍ وإفتراء ورد الشبهات عنها وإعادة قراءة تراث وفكر الإمام الحسن عليه السلام على وفق المُعطيات التاريخية والمُستجدَّات المنهجية مع السعي الحثيث لربط الأحداث التاريخية على وفق القاعدة الذاهبة إلى أن الإمامة وحدة هدف وتعدد أدوار وقد تزاحمت على أبواب المؤتمر بحوثٌ قاربت الثلاثة والأربعين بحثاً لأنمنا منها أربعة وعشرين بحثاً وغادرنا منها تسعة عشر بحثاً فاعتذرنا آسفين عنها كونها لم تُفلح في اجتياز بعضٍ من المعايير العلمية والمنهجية التي وضعتها اللجنة العلمية المُختصة في فحص البحوث فابتعدت عن المقبولية الأكاديمية لكنها حتماً قطعاً ستقع في عين الرضا والقبول عند كريم أهل البيت سيد الإمام الحسن عليه السلام وأخيراً فلكل من استجاب لدعوة كريم أهل البيت عليهم السلام حهورًا بحثًا خدمةً رغبةً في إظهار كلمة الحق ووفاءً لمودة آل البيت آل بيت النبوة وحرصًا على إعلاء كلمتهم وأحياءً لأمرهم خاصةً الأخوة الباحثين الكرام وهم أساس نجاح المؤتمر لهم كلهم جميعًا الشكر كل الشكر كل الشكر موصول يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المشتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا، وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهًا عند الله، اشفع لنا عند الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت حياة الإمام المشتبى عليه السلام حافلةً بالمصاعب والابتلاء وامتحن امتحانًا عسيرًا بالأمويين الذين جرعوه أقسى ألوان الخطوب وقد ابتلي بهم كما ابتلي جده المصطفى صلى الله عليه وآله وأبوه من قبل كلمة الهيئة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المشتبى عليه السلام يتفضل بإلقائها الأستاذ المهندس حسن علي الحلي فليتفضل مشكوراً سماحة الشيخ صلاح الخفاجي ممثل أمين العام ممثل متولي شرعي للعتب العباسية المقدسة السيد عميد كلية الأداب ممثل رئيس جامعة بابل السادة وفود العتبات المقدسة والمزارات الشريفة دام توفيقهم الأخوة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات دام توفيقهم أبتدئ الكلام بالصلاة والسلام على خير الأنام سيد البشر الرسول الأكرم محمد عليه وعلى آله أفضل السلام وأتم التسليم جاء في بحار الأنوار عن الإمام الحسن عليه السلام من اتكل على حسن اختيار الله عز وجل له لم يتمنى أنه في غير الحال التي اختارها الله تعالى لو ونحن أيها الأخوة قد وجدنا أنفسنا ضمن هذا التزديد وهذه النعمة الكبيرة التي أنعمها الله تعالى علينا فمهرجان ولادة كريمي آل البيت عليه السلام في شهر رمضان وصل العام الماضي إلى نسخته السادسة عشر وهذا المؤتمر العلمي يقام هذا اليوم بنسخته العاشرة وقد أضاف الكثير الكثير من فكري وتراثي الإمام الحسن المجتبى عليه السلام إلى المكتبة الإسلامية وتصدينا لتنظيم مسابقته لحفظ ويلقاء خطب الإمام الهمام بين مدارس المدينة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية تدخل هذا العام نسختها الثالثة وبالتعاون مع مديرية تربية بابه وتوجنا جهودنا هذا العام بإنشاء تشكيل كشافة المجتبى بالتعاون مع تشكيل كشافة الكفيل التابع للعتبة العباسية المقدسة وقبل ذلك استندنا إلى فتوى المرجعية الدينية العليا في أيام السيد محسن الحكيم قدس سره الشريف في أن تختص مدينتنا بإحياء مناسبات الإمام الحسن عليه السلام انطلقنا قبل عدة سنوات بمشروع أن تكنّى مدينتنا باسم الإمام عليه السلام فتسابق أهل المدينة جزاهم الله تعالى خير الجزاء إلى دعم وإسناد هذا المشروع المبارك وتحقق توفيق مدينتنا أن تكون بابل التاريخ الحلة الفيحاء مدينة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام باعتبارها مدخل العتبات المقدسة وإحدى أضلاع المثلث المقدس وأذكر من فتوى المرجع بأنه قاء أو نقل لي بأنها الظلع الأهم في أضلاع المثلث المقدس وشعرنا ولأول مرة أن للمدينة هوية شريفة تسمو بها لا حمراء ولا بيضاء وإنما هي هوية أهل البيت عليه السلام فما أشرفها من كنية وما أشرفه من انتساب وطموحنا أن نتوسع في الأعوام القادمة بمشاريع اجتماعية وخدمية داخل المدينة هذا الذي ذكرته وقد أكون وقد نسيت بعض الأمور كان بدعم ورعاية تامين من المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه الأخ والمعلم والداعم الكبير لكل مشروع فيه خير وصلاح فجزاه الله تعالى خير الجزاء وأطال في عمره وأمد أخوة الحضور أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخوة أعضاء مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة ورؤساء ومنتسبي أقسام العتبة على التعاون الكبير معنا في كل نشاط نقيمه بإسم كريمي آل البيت وللحضور أخص السيد الأمام السيد عقيل الياسر رئيس قسم الشيون الفكرية والثقافية الذي هو معنا منذ اللبنة الأولى ولحد الآن جزاه الله خير الجزاء أشكر موصولا إلى سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة على رعايته الكريمة المتواصلة شكري وتقديري إلى الأستاذ الدكتور قحطان الجبوري رئيس جامعة بابل الأخ والصديق على تعاونه الكبير معنا أوصد الشكر إلى عميد كلية الآداب الدكتور صالح الجبوري على جهوده الكبيرة والمتميزة وإلى كل منتسبيل كلية أود أن أقدم أود أن أقدم تحية خاصة وشكر إلى جمعية العميد العلمية والفكرية متمثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رياض العميد وإلى جامعتي العميد والكفيل على جهودهم في دعم هذا المؤتمر هذا العام وكل عام الأخوة ممثلي العتبات المقدسة دام توفيقكم الأخوة ممثلي المزارات الشريفة السادة المشايخ فضلاء الحوزة العلمية شكراً لكم على حضوركم ولا أريد أن أذكر الأسماء حتى لا أقع في إحراج أقع فيه كل عام بأن أنسى بعض الأخوة فالكل في القلب وفي العين وقبل أن أختم دعوتي وقبل أن أختم عفواً دعوني أرحب بإسمكم بالأساتذة الأجلاء من جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور مصطفى حسن النشار رئيس الجمعية الفلسفية المصرية والدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم الإسلامية جامعة القاهرة سابقاً ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية بالكلية نفسها حالياً وأرحب أيضاً بالدكتورة ريمة أمهز من الجمهورية اللبنانية العزيزة وأقول لهم بإسمكم حللتم أهلاً وطأتم سهلاً في بلدكم العراق قلوبنا مفتوحة قبل الأياد أنتم أصحاب الدار ونحن الضيوب أختم كعادتنا شيخ صلاة بدعاء الإمام الحسن أحب الدعاء على أنفسنا إن شاء الله يقول الإمام الحسن عليه السلام اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واخفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم شكراً لكم وعذراً على الإطالة وفي ختام الجلسة الافتتاحية نقول ألف تحية لكم جميعاً وأنتم تشاركون في هذا المؤتمر الكبير ولولا مشاركاتكم لما أقيم هذا المؤتمر وألف تحية وألف تحية للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية لرعايتهما هذا المؤتمر وألف تحية لجامعة بابل وهي تحتضن هذا المؤتمر وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في مؤتمرات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته